بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم في خدمة دروس في هذا الدرس للصف السادس الابتدائي في الفصل الدراسي الثاني في مادة لغتي الجميلة موضوع درسنا لهذا اليوم هو بنية النص بعنوان رسائل تواصلية نشاهد أهداف درسنا لهذا اليوم أولا التعرف على بنية الرسالة التواصلية وإعادة ترتيب عناصر الرسالة المبعثرة وأيضا تحليل بنية الرسالة التواصلية نشاهد هنا يا أبنائي هذه مكونات الرسالة التي سبق أن تعلمتها في الصف الرابع سنشاهد مكونات الرسالة ولكن من دون ترتيب سنشاهد مكونات الرسالة ولكن من دون ترتيب بعد ذلك نحاول أن نرتبها في السؤال القادم نشاهد هنا اسم المرسل وتوقيعه البسملة ثلاثة اسم المرسل إليه أربعة عبارة الافتتاح التحية خمسة نص الرسالة ستة عبارة الختام سبعة التاريخ والمكان هذه كما قلنا مكونات الرسالة وأيضا هي غير مرتبة غير مرتبة نشاهد هنا السؤال أكتب أمام كل مستطيل مما يلي الرقم المناسب له من مكونات الرسالة نشاهد هنا هذه رسالة مفرغة نحاول أن نضع الرقم المناسب أمام كل مستطيل نشاهد هنا مكونات الرسالة لدينا واحد اسم المرسل وتوقيعه البسملة اثنين ثلاثة اسم المرسل إليه عبارة الافتتاح أربعة نص الرسالة خمسة ستة عبارة الختام سبعة التاريخ والمكان ما رأيكم في المستطيل الأول هنا في الأعلى ما الرقم المناسب له هنا ماذا نكتب هنا الرقم من السبعة هنا ما الذي غالبا يكون في بداية الرسالة في المستطيل في الأعلى هنا نعم احسنتم البسملة إذن البسملة رقم اثنين نضع رقم اثنين في الدائرة فتكون البسملة في هذا المستطيل البسملة تكون في هذا المستطيل نشاهد المستطيل هنا ما الذي يكون هنا بعد البسملة في الزاوية اليسرى ها أي رقم نعم احسنتم سبعة التاريخ والمكان التاريخ والمكان يكون في هذا المكان التاريخ والمكان سيكون في هذا المستطيل هنا ما الذي سيكون بعد البسملة والتاريخ والمكان مكان الرسال ما الذي يكون هنا ها نعم احسنتم رقم ثلاث اسم المرسل اليه اسم المرسل اليه يكون في بداية الرسالة بعد البسمة وبعد التاريخ ومكان الإرسال وبعد ذلك في المربع هنا ما الذي سيكون ها ما الذي سيكون هنا نعم احسنتم رقم أربعة التي هي عبارة الافتتاح مثل السلام عليكم أو غيرها أربعة يكون هو في هذا المستطيل عبارة الافتتاح ثم يأتي هنا ما الذي سيكون هنا في هذا المربع أو المستطيل الكبير هنا ما هو الرقم المناسب نعم احسنتم خمسة نص الرسالة نص الرسالة سيكون بعد عبارة الافتتاح بعد عبارة الافتتاح مباشرة يأتي نص الرسالة بعد ما ينتهي نص الرسالة ما الذي سيكون هنا ما هو الرقم نعم احسنتم رقم ستة عبارة الختام نختم بعد ما نكتب النص الأساس نص الرسالة مباشرة نختم هنا وبعد ذلك في آخر مربع ماذا سيكون نعم اسم المرسل وتوقيع اسم المرسل وتوقيع رقم واحد إذن هنا رتبنا الرسالة ووضعنا كل رقم في مكانه الصحيح أحسنتم بارك الله فيكم نشاهد هنا استنادا إلى العناصر المكونة للرسالة أكتبوا كل عنصر في مكانه الصحيح على الرسالة التالية نشاهد الرسالة التالية ونكتب كل عنصر في مكانه الصحيح نشاهد هذه الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم هنا الجبال في واحد رمضان 1429 هجرية عزيزتي جوهرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمد إليك عبر هذه المسافة الجغرافية الشاسعة التي تفصل بيننا يد المحبة الخالصة والوفاء الدائم مهنئة إياك بقدوم شهر رمضان المبارك راجية المولى عز وجل أن يهله عليك وعلى أفراد أسرتك بالأمن والإيمان والسلام والإسلام والصحة والعافية بلغي تهانية لوالديك العزيزين الذين أكون لهم كل محبة وتقديم أستودعك الله بقلب عامر بالحنين والشوق إليك صديقتك سلمة إذن هذه هي الرسالة نحاول أن نكتب أمام كل عنصر الاسم المناسب له هنا في العنصر الأول ما الاسم المناسب هنا في المربع في الأعلى ماذا سنكتب هنا نعم حسنتم البسملة إذن بسم الله الرحمن الرحيم الاسم هنا البسملة وما الاسم المناسب لهذا العنصر الجبيل في واحد رمضان الفربعمائة وتسع وعشرين نعم حسنتم مكان الإرسال وتاريخه مكان الإرسال وتاريخه عزيزتي جوهرة عزيزتي جوهرة ماذا نسمي هذا العنصر عزيزتي جوهرة نعم حسنتم المرسل إليه وعبارة تقديمية المرسل إليه وعبارة تقديرية مثل عزيزتي جوهرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماذا نسمي هذا العنصر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم حسنتم عبارة الافتتاح بين قوسين التحية عبارة الافتتاح طيب هنا الكلام هذا الطويل أمد إليك عبر هذه المسافة الجغرافية إلى محبة وتقدير ماذا نسمي هذا العنصر في الرسالة نعم حسنتم هو النص الأساس أو نص الرسالة وهنا استودعك الله بقلب عامر بالحنين والشوقي إليك ماذا نكتب ما اسم هذا العنصر نعم أحسنتم عبارة الختام وهنا صديقتك سلمة نعم أحسنتم المرسل وتوقيعه المرسل وتوقيعه أحسنتم بارك الله فيكم استنتجت مما سبق أن الرسالة وسيلة مهمة من وسائل التواصل الإنساني حتى في ظل انتشار رسائل الجوال والبريد الإلكتروني تتكون الرسالة من سبع عناصر تجعلها في شكلها ووظيفتها متميزة عن بقيات النصوص وهذه العناصر هي أولا البسملة وهي بسم الله الرحمن الرحيم هذه البسملة اثنين المكان والتاريخ ونقصد بالمكان والتاريخ أي مصدر الرسالة المكان الذي أرسلت منه الرسالة مصدر الرسالة وتاريخها تاريخ رسالة هذه الرسالة وثلاثة المرسل إليه وهو الشخص الذي توجه الرسالة إليه الشخص الذي توجه إليه الرسالة يكون هو المرسل إليه عبارة الافتتاح نقصد بها التحية بعدما نذكر البسملة وتاريخ ومكان الإرسال ثم التحية ثم المرسل المرسل إليه عفوا ثم عبارة الافتتاح لا بد أن يكون هناك تحية قبل أن تبدأ في النص الأساس نص الرسالة أي الكلام الذي كتبه المرسل لغرض التهنئة أو التعزية أو الطلب أو الدعوة أو الأشتياق أو أي غرض من الأغراض يكون هو رقم خمسة نص الرسالة وستة عبارة الختام هي عبارة أو جملة تنتهي بها الرسالة عبارة الختام عبارة أو جملة ننهي بها الرسالة بحسب مضمون الرسالة تكون العبارة سبعة اسم المرسل وتوقيعه نقصد اسم كاتبها الرسالة الذي يظهر في نهاية الرسالة أو توقيعه أحسنتم بارك الله فيكم نشاهد التقويم الختامي هنا أكتب من الرسالة التالية ما يناسب كل عنصر من عناصرها السبعة نشاهد هذه الرسالة التي أمامنا بسم الله الرحمن الرحيم صديقي العزيز حمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلقيت ببالغ الأسى والحزن الشديدين خبى وروافات صديقي وأخي عبدالعزيز رحمه الله أتقدم بأحر التعازي لك ولجميع أفراد وسرتك داعيا لكم بالصبر والسلوان وللفقيد بالمغفرة والرضوان إنا لله وإنا إليه راجعون صديقك المخلص سعد وهنا في الأعلى كتب مكان الرسال حائل في 23 رجب 1429 طيب نشاهدون العنصر البسملة أين الكلام المناسب له من الرسالة؟ نعم حسنتم بسم الله الرحمن الرحيم هو الكلام المناسب للعنصر البسملة نشاهد العنصر الثاني المرسل وتوقيعه المرسل الذي أرسل الرسالة وتوقيعه ما هو الكلام المناسب له من الرسالة؟ نعم حسنتم صديقك المخلص سعد صديقك المخلص سعد موجود في نهاية الرسالة هنا المرسل إليه أين الكلام المناسب له من الرسالة؟ المرسل إليه نعم حسنتم صديقي العزيز حمد هو أرسل الرسالة سعد أرسل الرسالة إلى حمد فبدأ الرسالة بصديقي العزيز حمد عبارة الافتتاح أين عبارة الافتتاح؟ ما هو الكلام الموجود؟ نعم حسنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبارة الختام ما هي عبارة الختام في هذه الرسالة؟ نعم حسنتم إنا لله وإنا إليه راجعون مكان الإرسال وتاريخه؟ نعم حسنتم في الأعلى هنا حائل في 23 رجب 1429 هجري والعنصر هنا النص الأساس يبدأ من كلمة ماذا؟ نعم تلقيت أحسنتم وينتهي إلى كلمة أحسنتم الرضوان إذن هنا يبدأ النص الأساس وينتهي إلى الرضوان أحسنتم وإحسنتم بارك الله فيكم نشاهد خلاصة درسنا لهذا اليوم رسائل تواصلية مكونات الرسالة أولا البسملة 2 تاريخ الإرسال ومكانه 3 اسم المرسل إليه 4 عبارة الافتتاح 5 النص الأساس 6 عبارة الختام 7 اسم المرسل وتوقيعه وبهذا تكون هذه مكونات الرسالة السبعة ويكون هنا انتهى درسنا لهذا اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة